أحياكم الله أيها الإخوة والأخوات نتكلم قليلا عن زكاة عروض التجارة إذا حل موعد الزكاة يقوم التاجر المسلم بجرد موجوداته التجارية من البضاعة المعدة للبيع ويضم إليها ما لديه من النقود ويضيف إليها الديون مرجوة السداد ويطلع على العموم واحد في الأربعين اثنين ونصف المئة خمسة وعشرين في الألف هي النسبة واحدة يقوم التاجر ثروته بالسعر الحالي في السوق أي مكان لا سعر الشراء ولا ما يتمنى أن يبيع به السعر الحالي يبيع جملة بسعر الجملة يبيع مفرق بسعر المفرق يبيع بالنقد بسعر النقد يبيع بالآجل بسعر وهكذا ويجب على أصحاب المحلات أن يحصوها إحصاء دقيقا ويحتاطوا بإضافة شيء حتى لو كان نسي حاجة أخطأ في الحساب طبعا الورش الآلات المعدات ما فيها زكاة المحلات الرفوف الثلاجة ميزان البضايع ديكورات ما فيها زكاة أدوات النجارة والحدادة ما فيها زكاة ورش السيارات فيها رافعات فيها آلات معدات مخارط ما فيها زكاة لأنها ليست للبيع هو سيأخذ أجرة فكل ما أعد للبيع فهو يحسبه استوانات الغاز في أشياء للبيع في أشياء للاستبدال عند حساب نصاب عروض التجارة تضم البضايع بعض إلى بعض المعيبة الكاسدة قد يكون سعرها نازل حسب سعرها كم يمكن أن يبيعها الآن مهما كان قليلا يحسبه تضم الأرباح الناتجة عن التجارة إلى عروض التجارة وتزكى في آخر حول الأصل يعني حول التجارة راس المال الأصلي مهما طلعت أرباح أثناء السنة تضم كلها إليه لأنها ناشئة منه وحولها حول أصلها وأما بالنسبة للمباني السيارات سيارات المصنع مباني الشركة مولدات أثاث أجهزة الحاسب ما فيها ليست معدة للبيع ما فيها زكاة إلا إذا أعدت للبيع إلا إذا أعدت الشركة للبيع المصنع للبيع خلاص السير هو عروض تجارة والأصل إخراج زكاة عروض تجارة نقدا بعد تقويمها وأجاز بعض العلماء إخراجها من العروض إذا كانت تنفع الفقير بطانيات ثلاجات أما واحد يبيع نجف مثلا بيع عثاف مكتبي أشياء التي لا يستعملها الفقير ولا يحتاج إليها ما نعطيه والأولى والأفضل أن يعطيه نقدا وهو يعني الفقير يتنفع